السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو رح نشرح ونحل مع بعض التمرين صفحة 140 من الوحدة الأخيرة لسنة أولى ثانوي جميع الشعب وهي Back to Nature العودة إلى الطبيعة في هذا الوحدة رح نشوف مواضيع مختلفة عن الطبيعة التلوث الكوارث الطبيعية المناطق الاستوائية المناطق الجبلية إلى غيرها بما يخص الطبيعة إذن مع لكم غير تتبعوا معايا نبدأ في هذا الفيديو الصفحة 140 على بركة الله بسم الله كما رحكم تشوفوا هنا عدنا خريطة لهي Map Map هي خريطة خريطة العالم خريطة بلاد إلى غيرها المهم Map هي خريطة وش راح نديروا بهذه الخريطة؟ رحين نشوفوا فيها وتجاوبوا على هذه الأسئلة Look at the map and answer the questions below Say the names of climate areas in the map in your own language Then listen and read them aloud in English رحين تشوفوا في الخريطة وتذكروا المناطق اللي موجودة فيها على حسب الجو اللي فيها بلغتك أنت كما نقولوا بلاسة سخونة بلاسة بردة بلاسة فيها الثلج ثم رايح تسمع استاذ انتاعك رايح يديلكم listening ومن بعد تقرأ الوش كتبت انت يا من هذ الخريطة وتقراه باللغة الإنجليزية بي المصدر انتاع الخريطة اللي هو دائما يوجد أسفل الخريطة مع العنوان والمفاتيح يكون كائن المصدر رايح تقرأ المصدر المأخوذة منه هذ الخريطة بصوت مرتفع سي identify the type or the types of climate areas with you have in Algeria and in your region رايح تشوف في الخريطة المناطق الموجودة في الخريطة تشبه المناطق الموجودة في الجزائر وفي ولايتك انت ولا منطقتك تذكر باللي كائن المناطق حرة باردة كما موجودة في الخريطة d identify on the map the climate areas where you have rainforests rainforests اللي هي الغابات الماطرة رايح تشوف في الخريطة وتستعمل المفاتيح اللي رايح موجودة في الخريطة وتذكر rainforests أين هي موجودة والموقع انتحها في الخريطة هذا ما كان إذا نحن اعتمدوا على الخريطة ونجاوبوا على هذه الأسئلة إذا نشوفوا معايا الخريطة كيف اشتقراوها وبعد نجاوبوا مع بعض على الأسئلة إذا نحن دائما الخريطة كما في التاريخ والجغرافية عندها مفاتيح المفاتيح الموجودة بالألوان عندنا اللون الأبيض الأسود الأفصفر البنفسجي وغيرها هذا الألوان عندنا أمامهم كتابة كل كتابة تعبر على منطقة من المناطق الموجودة في الخريطة هنا تتبع اللون الموجود في المربعات وتقرأ به المخطط أو الخريطة كما عندنا اللون البنفسجي الفاتح هو تانجرا تانجرا هملك المناطق الفاتحة باللون البنفسجي عندنا اللون الأخضر اللي هي تروبيكل تروبيكل هاي موجودة في عدة قارات تقرأ الخريطة بهذه الطريقة وعندنا هنا الورد كليميت أرياز اللي هو العنوان انتعى الخريطة والسورس اللي رهو موجود في أسفل الخريطة هكا نقرأ الخريطة الخريطة تحتوي على عنوان ومفاتيح لقراءتها إذن شوفوا معي الجواب هنا تعالى التمرين هذا معنتها قطبي معنتها قحط لا يلمو فيها شيء إذن مجموعة المناطق المذكورة أو المناخ المذكورة عدنا جبال عدنا صحرة عدنا مناطق دافئة مناطق حرة مناطق القطبية القحتوى غيرها من المناطق الموجودة في الخريطة شوفوا التمرين الثاني أو السؤال الثاني هنا تقراوه word climate areas و بعد هو العنوان وهذاك هو السورس اللي هو المصدر انت الخريطة هنا word climate areas هو العنوان أما هنا ما اكتبتهاش اعتذر www dot العنوان الالكتروني تكملوه هو مصدر الخريطة هنا اكتبوه اللي راهو موجود في أسفل الخريطة مع عنوان الخريطة انقلوه كيما راه و اكتبوه عدنا c identify the type of climate areas in Algeria and in your region عدنا احنا warm temperature climate and desert climate عدنا مناطق شمالية ومناطق جنوبية عدنا المناطق الساخنة والدافئة و عدنا المناطق الصحراوية the rainforests on the map are in mountain and tropical areas الغابات الممطرة نلقاوها في الجبال وفي المناطق الاستوائية tropical معنتها مناطق استوائية هذه هي اللي تتمركز فيها الغابات الممطرة اللي هي rain forests تشوفوا الآن التمرين الثاني read the definitions of the natural disaster below and say which one which one or which ones are most likely to affect your country justify your answer هنا عدنا مجموعة من الكوارث الطبيعية رايحين تخيروا الكوارث اللي البلاد انتعنا رهي مهددة بيها وتقول وعلاش اخترت هذاك الخيار وعلاش البلد رهو مهدد به عدنا blizzard اللي هو violent and heavy snow storm عاصفة ثلجية حادة rough long period of dry weather اللي هو الجفاف earthquake اللي هما الزلازل flood اللي هما الفيضانات hurricane اللي هو البركان sand storm اللي هي عاصفة رملية والتسونامي اللي هي huge tide caused by shock waves flowing an earthquake اللي هي التسونامي اللي تصرف البحر البحر كامل يترفض ويهجم على البلاد خيروا شنو هي الكوارث اللي بلدنا مهددة بيها وعلاش do you think the world climate is changing and justify your answer هل تظن ان المناخ العالمي رهو يتبدل والطقس رهو يتبدل عالميا والطبقة الأوزون وغيرها راهها مش هي طبقة الأوزون هل تظن ان المناخ في العالم رهو يتبدل الى نعم قول عليه justify your answer اذا لا لا ايضا لماذا وما هو السبب اذا نشوفوا الان الحل انتعهب التمرين اللي هو task 2 اذا natural disasters تقدر تهدد بلادنا عدنا الدراف لهو الجفاف can affect my country because the biggest part of the Algerian surface is a desert its climate is hot especially in the south اذا هنا الجفاف يهددنا بزاف لانه تزاير تقريبا كامل سحراء والجو سخوم بزاف في الجنوب earthquakes الزلازل because the north of Algeria is situated in the seismic zone الشمال الجزائري رهو تحت خط النار خط الزلازل على ذيك الجزائر مهددة ايضا بالزلازل شوفوا كارثة اخرى عدنا sandstorm اللي هي العواصف الرملية because is the most prominent characteristics of the desert climate العواصف الرملية تتكون وتجي من الصحراء وبما انه تزاير اغلبها صحراء وعدنا صحراء كبيرة فاحنا مهددين بالعواصف الرملية عدنا flutes اللي هي الفيضانات are the consequence of sudden and heavy rainfalls in autumn اذا الفيضانات ايضا نهدونا لان احنا عدنا بزاف الاودية وعدنا بزاف الانهار وعدنا بزاف مناطق رهي اهلة بالسكان وهي كانت وديان من قبل لأذن الفيضانات غير اطيح شتا يعرف بلاستو يروح طول للواد وايضا لانه عدنا الامطار اللي اطيح بزاف في شتا عدنا امطار كثيرة اذا هذا هو الشرح والحلول تصفحة 140 نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو اتشفيتكم وتستفادوا مع الياغين نقولكم بقاوة الاخير ربي يوفقكم وينجحكم ان شاء الله في امان الله